يا يا حبيبي كل حاجة بحاجة حسام حبيبي يشن هجوماً قوياً على شرين عبد الوهاب يهددها بفتح المستور لن أسكت تداول رواد ومتابع مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري حسام حبيبي على أنه أول رد منه على طلقته الفنان المصري شرين عبد الوهاب وظهر حسام في الفيديو وهو يتوجه إلى أحدهم مهاجماً ومتواعداً بكشف المستور قائلاً أنا قررت أن حواجه الحقيقة بمنتهى الشجاعة وأنا قررت أن حواجه الحقيقة بمنتهى الشجاعة وهقول للإنسان الأعور وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع كلام حسام هذا إذ أكد البعض منهم أن الفيديو قديم وأنه يعود لرده على الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية ووالده بعد التسريب الصوت الأخير الذي كانت كشفت عنه الأحمدية منذ فترة ومن ناحية أخرى كان أعلن والد حسام حبيب أن انفصال الفنانة شرين عبد الوهاب عن ابنه كان بطلب منها خاصة بعدما همل حسام عمله ولم يعد مجتهداً في تأدياته وهو الأمر الذي كانت ترفضه شرين تماماً كونها إنسانة طموحة وتسعى دوماً إلى النجاح وقال والد حسام في تصريح خاص لموقع القاهرة 24 الإلكتروني شرين اللي كانت عايزة تطلق من حسام وهو ما كانش عايز يطلقها هي حاسة إن طول ما حسام جنبها مش حيامل حاجة وقالت هالي كذا مرة طول ما حسام جنبي مش حيامل حاجة لازم يثبت للناس الأول إنه مطرب عشان يرجع في عين شرين ناجح كما أشار إلى عدم إمكانية رجعهما إلى بعضهما قائلاً هم بحبوا بعض جداً وأنا شايف إنه مش من مصلحة حسام إنه يرجع لهذا الوقت وقد أكد والد حسام حبيب على أن شرين إنسانة خلوقة وخدومة ومحترمة بحيث كانت على علاقة طيبة وجيدة مع الجميع ووجه رسالته لشرين قائلاً شرين أنت حبيبة قلبي حبيبة قلب 300 مليون عربي حبيبة قلب حسام حبيب كلنا من حبك سواء كنت مرات ابني ولا لا وأضاف شرين كانت قريبة مني وبتسأل دايماً علي وكانت بتأكلني بإيديها وبتعزمنا في بيتها ست محترمة وبنت بلد وجدعة ومنعيلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة